نروح لنادي الزمالك وإدارة نادي الزمالك رصدت مكافأة إضافية للبرتغالي جزفالدو فريرا في حال الفوز بكأس السوبر المكافأة المنصوص عليها في إلاها هي 150 ألف دولار لو فاز بالسوبر إدارة نادي الزمالك زودت عليهم 50 ألف دولار عشان يبقوا 200 ألف دولار لجزفالدو فريرا لو فاز بالسوبر المصري وبصراحة الرجل مش محتاج حوافز رجل ماشي طريقه سليم ما في الماء صبعا تأديرا للرجل إدارة نادي الزمالك شافت إنها تزود هذه المكافأة راجل ناجح ومميز جدا طيب فريرا قعد مع مصطفى شنبي قعد وقال له فيها إنه ممكن يعتمد عليه في السوبر المصري اللي جاي أمام النادي الآهل بشرط إنه يبقى مركز جدا في تدريبات الفترة اللي جاية وإنه ممكن يبقى المفاجأة بتاعته في هذه المواجهة لو لقاه جاهز بنسبة 100% وأنا أقول لك هو مصطفى شلبي هيبقى ليه دور في مباراة النادي الآهل في السوبر حتى لو جزء منها في الآخر أو في بداية المباراة كمان فريرا طلب من الجهاز الفني للفريق تأرير شامل عن حالة نبيل عماد دونجا وابريمان الضاي عشان يعرف موعد عودتهم للتدريبات مع الفريق مرة أخرى للسنائي المصاب عشان يطمن عليهم ويبدأ يحطهم في خطته الفترة اللي جاية عشان يبقوا جاهزين للمشاركة مع الفريق كمان مصدر في نادي الزمالك قال لنا أن محمد عبداللطيف جريندو جريندو لعب النادي المصري البورسعيدي اللي أعاره الأكتر من فريق المواسم الماضية دخل في حسابات نادي الزمالك لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة اللاعب تم عرضه على فريلا لحسم إمكانية التعاقد معه وأن الملف ده هيتم دراسته بشكل كويس بعد مباراة السوبر جريندو من الأسماء المعروضة على نادي الزمالك ونادي الزمالك هشوف إمكانية أنه يضم اللاعب من عدمها هشوف إمكانية التعاقد معه